اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة اكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان ان مملكة البحرين تعد من الدول ذات الريادة عربيا واقليميا في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية لمختلف افراد الاسرة وذلك تنفيذا لما ورد في الدستور وما تشهده المملكة من تطورات تشريعية في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى وقال حميدان ان تحقيق اهداف النهوض بالاسرة البحرينية اقتضى اصدار وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالاسرة بما يتلاءم مع الشريعة الاسلامية والدستور البحريني والحاجات الاسرية